وقد كانوا في الجاهلية على مر العصور رغم شركهم يقدسون البيت ويحترمونه حتى إن أحدهم ليرى قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء ومع مرور الزمن وتأثر بناء الكعبة شرفها الله كانت تتصدع وتحتاج إلى الترميم أو البناء فكانت القبائل التي سكنت مكة هي التي تتولى هذا الأمر ومن هذه القبائل قبيلة جرهم والعماليق ومع مرور الزمن قامت قريش ببناء الكعبة لأنها كانت تتهدم جراء السيول التي كانت تجتاح مكة في هذا الوقت وذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وكان بناء الكعبة آنذاك على هيئة حجارة منضودة موضوعة بعضها فوق بعض من غير طين مما جعل السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر تؤثر على متانة الكعبة فأوهت بنيانها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر